دمرت غارة اسرائيلية على العاصمة السورية دمشق مبنى يستخدمه الحرس الثوري الايراني ما اسفر عن مقتل اربعة ايرانيين على الاقل وقد تعرضت منطقة المزة جنوبية دمشق ومطارها العسكري عدة مرات في السابق لغارات اسرائيلية استهدفت قيادات تابعة لايران وميليشياتها في المطار ومنازل ضمن الحي السكني الذي يكاد يكون مربعا امنيا وكان اخرها اغتيال مستشارين في الحرس الثوري الايراني بينهم مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا حاج صادق وفي عام 2019 تم استهداف منزل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني اكرم العجور بثلاثة صواريخ كما تعرض مطار المزة العسكري الذي يقع قرب دارية لضربات اسرائيلية عدة فما ابرز ما يضمه حي المزة غربي دمشق يبدأ حي المزة من ساحة الامويين وسط دمشق جنوبا وحتى منطقة السومرية باتجاه القنيطرة في الجولان السوري المحتل ومن جبل المزة غربا حيث كان يقع سجن المزة الشهير الذي اغلق قبل عقدين والمستشفى العسكري الشهير الى منطقة كافرسوسا حيث تقع مقرات اجهزة امنية شرقا حيث اغتيل عام 2008 القيادي في حزب اللاعب هدمونية تعتبر منطقة المزة من اكثر مناطق دمشق تطورا وتضم سكن كبار المسؤولين الامنيين والسياسيين والعسكريين والقياديين في حزب البعث الحاكم بالاضافة الى اماكن اقامة عدد من القيادات السورية والفلسطينية بينهم رئيس المكتب السياسي لحماس السابق خالد مشعل قبل مغادرته سوريا قبل عقد كما تضم منازل سفراء عرب واجانب ومقرات عدد من السفارات الاجنبية والعربية وبعض الشخصيات التي تستضيفها الحكومة السورية اضافة الى مقر مكتب الامن الوطني الذي كان يرأسه اللواء علي مملوك كل ذلك جعل منها مربعا امنيا خاضعا لاجراءات امنية شديدة ما يطرح تساؤلات عن امكانية جمع اسرائيل معلومات عن الاهداف المستهدفة